السلام عليكم ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا في خير وتكونوا في احسر حال ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض نص شابتر الاوبتيكس اللي هو المرايات وده كده لحد دماء الكلية بتاعتنا وقفة طيب الاول حاجة الشابتر عندي اسمه ايه اسمه شابتر الاوبتيكس يعني ايه شابتر الاوبتيكس او يعني ايه كلمة اوبتيكس كلمة اوبتيكس معناها بصريوت طيب كلمة اوبتيكس او بصريوت بتنقسم لحكتين يا اما ميرورز مرايات يا اما لنسس عدسات طيب احنا نتكلم عن مين في الفيديو ده هنتكلم عن الميرورز اللي هي المرايات طيب المرايات او الميرورز بتنقسم لحكتين يا اما حاجة اسمه بلين ميرورز تمام اللي هي المرايات اللي بقى شكلها عامل كده دي تمام ده بلين يعني حاجة مستقيمة كده زي المصدر شوية تمام وحاجة spherical يعني كروية طيب spherical mirrors دي بتنقسم لحاجتين يئمة concave mirror يئمة convex mirror concave mirror يعني ايه يعني مراية مقعرة الconcave دي بتعمل ايه بتعمل converging بتجمع الاخيعة بتعمل converging للرايز اللي نزلة عليها تمام فممكن نلاقي ان بدل كلمة concave بيقول عليها converging mirror يعني مراية مجمعة الاثنين واحد طيب والconvex اللي هي المحدبة بتعمل ايه بتعمل diverging يعني بتفرق بتفرق الرايز اللي نزلة عليها بتفرق الاخيعة فممكن نقول عليها او هو دايما ممكن يغيرها يعني ويقول بدل convex يقول diverging mirror يعني مراية مفرقة سواء دي سواء دي او دي او سواء دي او دي الكلمتين عادي هما هما تمام طيب ده شكل الكونكيف تمام وده شكل الايه الكونفكس الفرق ايه يعني يا ردينا الفرق ان السفير في الكونكيف بتبقى داخلية ان صيد ان هو يعني شكل السفير او الشكل القروي ده بيبقى من جوه يعني ممكن يا ردينا ان ان الكونفكس يبقى شكلها كده برضو من الناحية التانية او عادي جدا اهم حاجة ان ايه اهم حاجة ان ان الشكل بتاع السفير ده يبقى ايه يبقى قوت صيد من بره طيب نرجع تاني نعيد التقسيمة قلنا اول حاجة عندي في الشابطر ان احنا عندنا هنتكلم عن الاوبتيكس البصريات قلنا الاوبتيكس البصريات دي بتنقسم لحاجتين يا اما ميروز ميريات يا اما لنسس عدسات قلنا هنتكلم عن مين دلوقتي الميروز الميريات قلنا الميريات بتنقسم لحاجتين يا اما بلين ميروز يا اما سفيريكل ميروز قلنا سفيريكل كروية تمام طيب السفيركل بتنقسم لحاجتين يا إما كونكيف يا إما كونكيف قلنا كونكيف اللي هي المكعرة ممكن نقول عليها كونفرجينج ميرور وقلنا كونفكس اللي هي المحدبة ممكن نقول عليها ديفرجينج ميرور ليه لأن دي بتعمل ديفرجينج بتفرق ودي بتعمل كونفرجينج بتجمع تمام يبقى دي مجمعة ودي مفرقة يبقى دي كده اول ايه اول تأسيمة دي زي ايه زي mind map كده للشابتر. هنمشي ايه? عليه. الاول هنتكلم عن البلين. بعد كده هنتكلم عن الاسفيريكل. هنتكلم عن الكونكيف وحالاته. تمام? والكونفكس هي حالة واحدة. وبعد كده نص الشابتر التاني اللينسس اللي هو الايه? العدسات. طيب. اول حاجة عندي هنتكلم بقى عليها انه بيقول لي ايه? انه. يا اما ريفلكشن يا اما ريفلكشن يا اما ابزوربشن. يبقى بيحصل تلات حاجات لما الضوء يسقط على سطح. يعني معنى كلامه اللي هو كتبه ده ايه? انا عندي اهو هرسم سطح. تمام? ده راي اللي هو اه 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 الري الدوق يعني الساقط. تمام? اهو? او الشعاع بتاع الضوء نزل على السطح. تمام? الري وهو نازل. ممكن يحصل له ايه? مش ممكن يحصل له ريفلكشن. اهو? يعني ينعكس. تمام? يبقى اللية راي اللي نزل. حصل له ايه? حصل له انعكاس. نزل هنا هول راي. واتعكس اهو. يبقى هنا كده حصل له ايه? حصل له عملية انعكاس. طيب. ده كده مثلا لو قلنا في الايه? في في اللي هو الوسط اللي هو الهوى. لما يكون الوسط هوى. طيب. لو تخيلنا ان تحت بقى في ووتر. في مية. حلو? ايه اللي هيحصل للضوء ده? ايه اللي هيحصل هيحصل له انكسار. هيبقى شكله عامل بالمنظر ده. يبقى حصل له هنا ريف راكشن. انكسر. طيب. يبقى هنا حصل له ايه? هنا حصل له انه هو حصل له هنا ريف راكشن انعكس. وهنا حصل له ريف راكشن انكسار. طيب. وممكن يحصل له حاجة كمان اللي هي اسمها ايه? ابزوربشن. امتصاص. انه هو يمتص خالص. وانه هو لا يتعكس ولا ينكسر. يبقى دول الثلاث حالات اللي ممكن يحصل له للضوء. يبقى لو جاء سؤال في الامتحان. انه وين لايت ستريكس. اللي بيحصل ميها بين الرفريكشن ولا الرفلاكشن ولا ابزوربشن واللي اول افز اباف. اول افز اباف. التلاتة ممكن يحصله. طيب. الرفليكشن. الاول اللي انعكس عادي بتاعدوه. الرفلاكشن. الانكسار بتاعدوه ده انا ممكن اشوفه فين. انا دلوقتي لو انا جبت كوباية مليانة مية. وحطيت فيها الم. وبصيت على الالم من بره الكوباية. انا هبصة لقي ايه? هحس وانا بصة في الكوباية ان الالم ده مكسور. الكسرة اللي انا شايفاها في الالم دي. ده الرفلاكشن. الانكسار. ان الدوق نازل انكسر جوه المية. فحيقلي وانا بشوفه ان انا الالم ده مكسور. فدول التلات حالات اللي ممكن ايه? يحصلوا. طيب. وبرده بعد كده بيكلمني عن حاجة مهمة قوي. اللي هي زا اللو اوف رفلاكشن. اللي هو ايه? اللي هو قانون الانعكاس. طب اهم حاجة في قانون الانعكاس. والحطة دي مهمة جدا. وبتيجي دايما. اللي هي زاوية سكوت الدوق بتساوي زاوية الايه? الانعكاس. اهي. يعني الدوق مش وهو نازل كده. وهو نازل على السطح. عمل زاوية. تمام? اهي. اللي اسمها بنسميها سيطا اي او الانجل اوف انسنس. تمام? طيب. ويه وهو رايح ينعكس او يعمل رفلاكشن. تمام? في زاوية تانية اللي هي مسميينها سيطا ار اللي هي الانجل اوف رفلاكشن. طيب. الانجل دي والانجل دي اللي تنين قد بعض. تمام? اللي اتنين بيساوي بعض. يبقى الانجل اوف انسنس زاوية السكوت. هي هي بتساوي زاوية الايه? الانعكاس. يبقى زا انجل اوف انسنس زا انجل اوف انسنس اللي هي زاوية السكوت بتساوي زاوية الانعكاس اللي هي الانجل اوف رفلاكشن. طب دي اهم اصلا حت يجي في الامتحاد ويقول سؤال صح وغلط. في قانون انعكاس. الاجابة true صح. طيب. لو جاء زا انجل اوف رفلاكشن طبعا الاجابة غلط. الاتنين ايه? الاتنين ايه? طيب. هنا بنتكلم تاني عن انواع الميريات ان انا عندي زا بليم ميرور وعندي كونكيف ميرور وعندي كونفكس ميرور. طبعا الايه? الكونكيف والكونفكس الاتنين من النوع اللي هو الايه? اللي سفريجة. طيب اول حاجة هنتكلم عنها هي مين? هي البليم ميرور. سهلة وجميلة ومفاش حيجة. اه البليم ميرور اللي احنا قلنا شكلها بقى عامل كده لا زي مسطحة يعني. يعني حاجة كده اللي هو مش عاملة بقى ولا ولا حاجة. هي كده شكلها شكل كده حاجة تمام? طيب وبيقول لي بقى ان انا عندي تعرفين. بيقول ان حاجة عندي حاجة اسمها وعندي حاجة اسمها طيب ايه ده? بيقولوا عليها بيه طب والامج دستانس بيقولوا عليها كيو مش فاهمين حاجة خالص يا روداني ايه ده? طيب سانية واحدة هو دلوقتي ايه بقى حوار الموضوع ده? انا دلوقتي عندي اهو اللي هي البليم ميرور. حلو حلو. طيب في شخص واقف جميل كده اهو. الشخص ده واقف ايه? الشخص ده واقف قدام المراية. حلو. طيب. الشخص ده واقف قدام المراية. المسافة بينه وبين المراية تمام? بيقولوا عليها ايه? بيقولوا عليها Objective Distance وبدل ما يجوا يتكلموا كل ما يتكلموا يقولوا Objective Distance رمزولها بي. يبقى البي هي رمز ال Objective Distance اللي هي المسافة ما بين ال Object. ايا كان بقى Object يعني هنا Object. اهو. ايا كان بقى object box human insan شمعة أي حاجة المسافة بينه وبين المراية بنقول عليها objective distance اللي هي البي طيب مش الشخص الجميل ده اللي واقف قدام المراية هيطلع له صورة الناحية التانية هيبقى بالناحية التانية كده صورة برضو جميلة لي قدام المراية طيب المسافة ما بين الصورة اللي طلعت تمام والمراية دي المرور المراية وده object اللي هو الحقيقي الاصلي اللي هو real تمام وده اللي هي الصورة virtual الخيالية تمام المسافة اسمها image distance جاية من اسمها بيرمزولها بايه بيرمزولها بq اللي هي يعني ايه المسافة ما بين الصورة والمراية يبقى الobjective distance هي المسافة ما بين الجسم والمراية طب يا ردينا والimage distance الimage distance هي المسافة ما بين الصورة اللي طلعت والمراية دي بنرمز لها objective distance بنرمز لها بيه والimage distance بنرمز لها بالايه بالكيو تعالوا نبص على تعرفهم تاني انه هو بيقوله الobject distance الخط اللي ايه المسافة المستقيمة اللي احنا بنقول عليها ايه بنقول عليها بيه في رمزة service of mirror to the object يعني المسافة ما بين الجسم والمراية طب والimage distance هي الخط المستقيم بين الصورة تمام اللي هي بنقول عليها q بين service of mirror اللي هو سطح المراية والايه والامج الصورة تمام طيب كلام جميل طيب نفس الكلام بيتعاد تاني اهو بيقولي ان الobject distance اللي احنا بنقول عليها البي بتساوي الامج distance اللي احنا بنقول عليها الايه الكون هذا الكيو والانجل اوف انسدنس اللي هي زاوية السكوت بتساوي الانجل اوف اى الرفليكشن اللي هي ايه زاوية الانعكاس تمام اى زاوية الانعكاس اللي هي جاي من ار ارجاع من رفليكشن يعني والاي جايه من ا من انسدنس تمام طيب ا Glück علشان بيقولvere علشان كده بيقولوا علي C heel step i E boom اللي هو ايه زاوية السكوت وزاوية الانعكاس طيب ايه تعريفه الري المج للصورة الحقيقية بيقول ان الري المج اللي هي الصورة اللي بتبان قدام المراية اللي انا قادر اخدها على شاشة. حلو? طيب. الصورة الخيالية. ما فيش اللي هو ايه? اللي هو اللي هي يعني اشعاع ضوء يواصل ليها هناك. والصورة دي اللي وراء المراية اللي هي التخيالية اللي انا ايه? آآ اللي هي يعني بتبقى وراء المراية. ده الفرق ما بين الريل وده الفرق ما بين ايه? الفيرجوال. طيب. برضو هنا آآ توضيح للمرايات تاني ده الكونكيف. اهو الشخص واقف قدام المراية وده مثلا ننظر لها كتخيل وده اللي هي الكونكس. تمام? ودي البلين اللي هي ده الشخص واقف وبيبيقول ان الصورة هنا دي ريل حقية. آآ قصد ده الجسم ده الاوبجيكت واقف قدام المراية فده الحقيقة. واللي وراء المراية ده الفيرجوال الخيال او الصورة. والمسافة ما بين الجسم والمراية اللي هي البي اللي هي الامج للديستنز. طيب. آآ انا دلوقتي عندي ايه? انا دلوقتي عندي النوع بتاع المراية الده اللي انا قلت عليه ان انا عندي كونكيف وكونفيكس. طيب هو رديني لكونكيف ولكونفيكسوا دول اصلا مش عبارة عن ايه? مش عبارة عن دوار انه هي دايرة. احنا لو خدنا بڤنا او اللي زي الكورة او اللي خدنا دايرة ده هو اصلا هي حتة من دايرة. سواء مراية الكونكيف او مراية الكونفيكس. احنا قلنا عنديه من النوع اللي وہش شريكا لانهم اصلا حتة زي من كوره او اللي هي شكلها شكل قروي احنا قلنا علهم قرويين اللي هو ما شكلهم قروي. تمام? طيب هو بيقول تعالى يعني نبص كده على اللي ايه نبص على ال الالدايرة اللي هو الدايرة عمات应 انا لما اجي ابص على الدايرة اهو. الدايرة اول حاجة بيبقى ليها ايه. الدايرة مش بيبقى ليها حاجة اسمها ديامتر تمام اللي هو قطر بتاعها بنقول عليه ديامتر اللي هو ايه قطر الدايرة تمام طيب نص القطر كنا بنقول عليه ايه يعني لو القطر ده كله بتين سنتيميتر نص القطر كنا بنقول عليه ايه بنقول عليه رادياس تمام اللي هو نص القطر اللي هو مفروب بيبقى بيبقى بفايف سنتيميتر تمام طيب ده في الايه في الدايرة بما اننا تمام بما اننا يعني الدايرة دي او الكورة دي احنا خدنا المراية كجزء بس منها اللي يعني اهو كجزء بس منها تمام طيب برضو هيبقى عندنا ريديس يعني مثلا هنتخيل ان الريديس بايه بايه اهو الريديس تمام بما اني بقى انا عملتها مراية خلاص ما بقيتش اللي هو كورة فهقول على الريديس ده في المراية بيقولوا عليه سي السي دا يا ردينا السنتر السنتر اوف كرفيتلر يبقى الريديس في المراية الريديس في المراية بيقولوا عليه ايه بيقولوا عليه السنتر اوف كرفيتلر طيب وفي كلمة كده اللي هي اسمها فوكل بوينت الفوكل بوينت ده ايه اللي هو نص الريديس اللي هو نص السنتر اوف كرفيتلر يبقى الاف بتساوي ار ديفايدت تو اللي هو الريديس مقسومة على اتنين اللي هو يعني نص الريديس تمام اول اللي هي نص يعني السنتر اوف كرفيتلر يبقى مثلا لو ده هنا كده الرادياس ده كده الرادياس مثلا ب6 سنتيمتر تمام الفوكل بوينت تبقى 3 سنتيمتر اللي هي نص الرادياس تمام او النص السنتر يعني افكر فيك يبقى بما ان انا المراية سواء بقى المراية دي كونكيف او كونفكس تمام بتبقى جزء من السيركل فانا في السيركل كنت انا بقول على نص على النص الكتر بقول على ردياس عادي انما بما ان هعملها مراية فبغير بس الاسم سي كده هو هو ردياس برضو ما فيهوش اي تغيير بس بقول يعني سي او السنتر افكر فيتشر يعني ايه كتمايزا شوية للنحة مراية ونص الرادياس ده حاجة اسمها فوكل بوينت يعني يعني الرادياس ذات نفسه لنص اللي هو مين اللي هو الفوكل بوينت تمام يعني ما حدش فكر ان ده ديامتر لا ده ردياس عادي اللي هو الديامتر بقى بقى يعني بقيته اللي هو كتر الكامل لا الرادياس نفسه اللي هو نص القتر نفسه لنص اللي هو مين الفوكل بوينت تمام والفوكل بوينت ده كانونه ايه are divided two اللي هو نص الار تمام تمام بما ان يعني ان هو ايه يعني ده توضيحا بما ان يعني ان احنا ايه ان الكونفاكس او هم اصلا جزء ايه من الكورة او جزء من ال ايه من الدايرة طيب وده برضو شكل تاني لو ايه لو المراية كونفكسي. يعني ده كونكيف وده كونفكس. هي هي. تمام? طيب. بيقول لي ايه بقى? اللي احنا لسه قيلنا. اللي هو انا قلت لكم ان لما تتكوت. تمام? الجزء اللي سفير ده. اللي هو يعني الكروي ده من بره. ده كونفكس. طب لو من جوة يبقى ده كونكيف. يبقى من جوة كده يبقى ده ايه? كونكيف. آآ طيب من بره يبقى ده كده ايه? كونفكس. ده كده يعني ايه? دي الحتة دي. طيب. بعد كده عندي ايه? بيقول لي ان آآ بيقول لي ان زا فوكال لانس. بيعدي الكلام تاني ان زا فوكال لانس اللي احنا بنرمز لها باف. is equal to half the radius. اللي هو بتساوي نص يعني الكتر. وبيقول لي ان الفوكس of a convex mirror. تعالوا والفوكس of a concave mirror. عامل بينهم وموقرنا. الفوكس مقصود بها الفوكال بوينت يعني. فبيقول لي ان الفوكال بوينت فورا convex mirror. ازا بوينت اف لالنقطة اف. from which all barrel light rays diverge. بيقول لي ان الفوكال بوينت في ال convex mirror دي النقطة اللي بيحصل عندها تفرق ليه الاشعاع. الاشعاع الضوء اللي نزل ده بيحصل له تفرق. انه هو بيحصل له diverge. بيتفرق. طيب. بيقول لي focus point او الفوكس. الفوكال بوينت او الفوكس عاملتك في الconcave mirror. اللي هي النقطة اف. بيحصل. دي النقطة اللي بيتجمع عندها. ال parallel light rays. آآ ويحصل لها conversion. بتتجمع. يعني ال light rays كلها اللي نزلها بيحصل لها تجمع في النقطة دي اللي هي الفوكال بوينت. يبقى اللي هي الفوكال بوينت. سواء بقى. آآ يعني في الحالتين دي النقطة اللي في ال convex دي بيتفرق عندها ال raise الاشعاعات. وفي الconcave دي النقطة اللي بيتجمع عندها الاشعاع. يبقى في ال convex دي النقطة اللي بيحصل عندها تفرق للإشعاع طب وفي الكونكيف ده النقطة اللي بيحصل عندها تجمع للإشعاع ده بالنسبة يعني إيه فوكالبوينت طيب بعد كده أنا دلوقتي بقى هنتكلم عن إيه هنتكلم عن إن أنا عندي في الكونكيف ميرور في الكونكيف ميرور لازم نبقى عارفين إن إحنا عندنا خمس حالات خمس حالات في الكونكيف ميرور هندرسهم الخمس حالات دول يا رضينا عندنا خمس حالات الخمس حالات دول بندرس فيهم إيه بندرس أنا لما حط الجسم قدام المراية في مكان معين الصورة بتاعة الجسم ده قدام المراية هيطلع خصائصها إيه والكلام ده حفظه مهم جدا إنه ميجي في الامسك يو والكلام ده خدناه في اللي هو الصف الثالث الإعدادية تمام خلنا المراية دي كن في الإعدادية في منحج الإعدادية هي هي يعني كويسة ومرة واتنين بتثبت في الدماغ والدنيا بتبقى إن شاء الله يعني كويسة طيب نتكلم على طول في أول حالة أول حالة عندي إنه هو بيقول لي أنا حطيت الأوبجيكت أهو ده المنظر أنا حطيت الجسم بعد أهو برا ده الجسم ده الأوبجيكت تمام؟ ده الأوبجيكت حلو يبقى ده مين؟ ده الأوبجيكت كلام جميل طيب الأوبجيكت نازل منه يعني المرة عليه نازل ري أهو على المر بعد كده الري ده لما يجي يتعكس لازم أخليه مر بمين؟ أخليه مر بالفوكل بوين حلو مر والتعكس يعني تمام؟ حصله رفليكشن تمام موقفت حلو طيب بعد كده هاخد ري من الأوبجيكت نفسه أنزله على مين؟ أنزله على المر وهو برضه باخده من الأوبجيكت وبدنزله على المر لازم برضه يعدي على مين؟ يعدي على الفوكل بوين حلو بعد كده بعد ما يعد على الفوكل بوين ونزل على المر هيحصله إيه؟ هيحصله رفليكشن حلو النقطة اللي حصل فيها انترسكشن ما بين الري ده والري ده دي النقطة اللي أنا هرسم عندها راس السحب يعني أنا دايما لو أنا جات لي طلب مني مسألة ومحتاج هرسم عشان أوضح لنفسي تمام؟ هحط هنا سحم أو هنا جسم تمام؟ والنقطة اللي حصل فيها انترسكشن دي اللي برسم عندها راس السحب أو راس اللي ايه؟ الجسم حلو حلو يبقى النقطة اللي بيحصل فيها انترسكشن دي النقطة اللي دايما برسم عندها راس الجسم أو راس الحاجة اللي أنا ايه؟ راس الأوبشيكت يعني اللي أنا هسحم بقى آآ شمعة آآ جيتار أي حاجة مهم من ايه؟ ان دي اللي أنا هرسم عندها الراس يعني طيب حلو من قبل ما أقرأ الكلام اللي أنا كباية أنا من وجه تظهر شايف ايه؟ أولا شايف ان الصورة مقلوبة هو أنا كان واقف مع دول لا حين اتقلق تاني حاجة ملاحظها ايه؟ ان هو الصورة أصغر من الجسم الأساسي تمام؟ طب تلت حاجة موقع الصورة ما بين الفوكر بوينت وما بين السنتر أوف كرفيتلر طيب خامس حاجة ان الصورة متكونة قدام المراية مش متكونة وراها طيب هبقى أنا عارف الخصائص دي يبقى أول حاجة ان الصورة مقلوبة يبقى الصورة لما حط الجسم برا السنتر أوف كرفيتلر لما حط الجسم برا السنتر أوف كرفيتلر الصورة بتاعتها تطلع لازاي؟ هتطلع لأول حاجة مقلوبة يعني ان هي مقلوبة على عكس طبيعة مين؟ الجسم الأساسي طب تاني حاجة ان حقيقية حقيقية ليه؟ لأن هي أصلا قدام المراية أهي أي حاجة قلنا حقيقة يعني قدام المراية مش وراها فرج ولا يعني وراها لأ إن هي ريل حقيقية هي قدام المراية طب حلو طيب تالت حاجة دي يعني ايه؟ يعني مصغرة يعني هي طالعة الصورة حجمها أصغر من حجم الجسم الأساسي طيب الصورة موقعها فين؟ موقعها الصورة موقعها ما بين والفوكال بوين يبقى يا رودينا لما يجيب لي في الامتحان إن ده في الاختيارات يعني الاختيارات بتيجي بقى بالطريقة دي يعني مثلا في آخر السنة أو في البراكتيكال هو بيلعب في بالألفاظ دي وبالحاجات دي ويعتمد على يعني في حهم الحالات وخصوصا في البراكتيكال إن مش يبقى في وقت للمسائل فحي يعني هيعتمد على الكلام ده هيعتمد على الكلام ده فمثلا يجي في الحالة دي وين اوبجيكت اوتسايد سنتر اوف كرفيتشر ان كونكيف ميرور يعني مقلوبة ولا معدولة لا الصورة انفرتد فاختار انفرتد طيب في الحالة دي الامج اس ريل حقيقية ولا وورا المراية لا هتبقى ريل معتمدة على حفظ الكلام ده يبقى بالله صفر ده حفظ حفظ ان في الحالة دي الصورة بتبقى طالعة لازم لازم مهم جدا طيب دي كده اول حالة تاني حالة تاني حالة دي سهلة وجميلة ان انا بيقول لي ايه بيقول لي ان 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 انا حطيت الجسم عند طب لحما حطيت الجسم عند نفس الكلام هعمل نفس الخطوات في راي هينزل اهو على المراية والراي ده يرجع يحصل هينعكس وينعكس هيمر على مين هيمر على الفوكل بوينت طب حلو وارجع خلاص طيب بعد كده اخد راي من الابجكت على مين على المرر ويعدي برضه بمين يعدي بالفوكل بقى بوينت انا المرة الاولية نزلت راي على المرر على طول وينعكس وينعكس مر بالفوكل بوينت لا المرة دي هو نزل من عند مرورا بالفوكل بوينت وبعد كده وبينعكس انعكس دي النقطة اللي ايه اللي بنرسم عندها راس السح رسمنا راس السح ولقينا ايه لقينا ان الصورة اللي تكونت يبقى ده الابجكت ده الجسم ودي الامج نفس الكلام في اللي فاتت ان برضه اللي تحت كانت ايه كانت الامج طيب حلو الامج اللي تكونت هي ايه اول حاجة مقلوبة طب تاني حاجة غير انه هي مقلوبة تاني حاجة ان هي نفس حجم الجسم الاساسي بالزبط طيب وثالت حاجة ان هي عند برضو بالزبط طيب ورابع حاجة ان هي حقيقية لانها الكوانت قدام الميرور بالزبط يبقى اول حاجة لما يقول اللي هي سي او ادزة سي نفعن بقى ان هي اختصار اختصار كلمة الصورة خصائصها ايه نازم نبقى عارفين الكلام اللي بالورنج ده حفظ الانفرتد وريل وسم سايز الزاقبلة. آآ في الامتحان هو هيعتبد على ان انت حفظ كل حالة. كل حالة آآ ايه خصائص الصورة بتاعتك. ايه خصائص الصورة لما حط الجسم فيه عند السنتر اوف كرفيتل. ايه خصائص الصورة لما حط الجسم. تمام? يبقى دي تاني حالة. يبقى لازم عارفين خصائص كل صورة لكل ايه? حالة. طيب. دي تاني حالة. طيب. تالت حالة. تالت حالة اللي هي الاصمد. تمام? حطيت الجسم بين الС والA والفوكل بوينت. نزل راي من الجسم على الميرور. وبعد كده حاصل له الفليكشن. انعكس مرورا بالفوكل بوينت. وبعدين خدت راي مرً بالفوكل بوينت. نزل على الميرور. وبعد ما نزل على الميرور حاصله ايه? حاصل له العكاس اللي هو ال Ralflikشن. طيب كلام جميل يا رودانينا. ماشي? وبعدين النقطة. اللي حاصل عندها انترسكشن انترسكشن يعني تقابل تمام النقطة اللي حصل عندها انترسكشن او انتر اكت تمام بحط عندها مين راس السه حلو او راس الجسم حطيت راس الجسم تمام لقيت ايه اول حاجة انفرت ان الصورة مقلوبة تمام ان ده هنكتب برضو ان هي دي ايميل دي الصورة و ده ده الابجيكت اللي هو مين الجسم كلام جميل طيب ده الجسم و ده الابجيكت اه ده الابجيكت اللي هو الجسم و دي الصورة طيب الصورة طالعة ايه انفرتد مقلوبة تاني حاجة طالعة ايه اكبر اصلا من حجم الجسم الاساسي طيب يعني اللرجة مال وطالعة حقيقية ليه ما هقدام المراية طب موقحها فيه موقحها اوه انها متكونة بعد السنتر ايه السنتر اوف كرفيتله طيب يبقى كده كلمة انفرتد عايزين نعرف عكسها دلوقتي عشان جاي دي اللي هي مقلوبة عكسها مين عكسها كلام جميل طيب مصغرة عكسها مين عكسها يعني ايه مكبرة او كبيرة يبقى دي برضو كلمات ايه كلمات مهمة لازم نبقى عارفين معناها طيب يبقى الصورة طالعة ايه انفرتد طالعة ريل طالعة اللرجة انسايز يعني لرجة زان زا اوبجيكت ومتكونة فين او او اوف زا سنتر اوف كرفيتله يبقى دي الحالة رقم كم تلاتة رقم تلاتة في مين في الكونكيف ميرور في الايه في الكونكيف ميرور يبقى خصائص الصورة لما احط الجسم ما بين السينتر اوف كرفيتله ما بين السي والاف خصائص الصورة انفرتد وريل واللرجة و اوتسايند سنتر اوف كرفيتله طيب دي الحالة التالتة الحالة الرابعة انه هو بيقول لي ايه بيقول لي اننا الجسم حطيته عند بالضبط طيب الحالة دي مفهاش حاجة مفهاش كلام هي كلمة واحد إنه في الصورة هتتكون بس زي امد لإذنوت إن هي هتفضل كده في الخيال مش يحصل خالص مش يحصل تقابل بينهم هم الاتنين بس كده ده الكلمة أنا دلوقتي الجسم حطيته عند الفوك حلو طيب بعد كده خدت الري نزل اهو على الميرور تمام بعد كده انعكس مرورا بمين بالفوك حلو بعد كده بعد كده في ري اهو طلع يعني فوق برضو نزل على الميرور ومر مين بالسنتر اوف كرفيتلر طيب بعد كده اللي اتنين عمرهم هم ما هيتقابلو مش هيحصل خالص مش هيحصل خالص اي تقابل اه وبدل دو ده بلر وده هيفضل برر كده ومش هيحصل اي تقابل فبنقول عليها ان هي لوكيتة الى ما لا نهاية ده هيفضل ميكمل كده الى ما لا نهاية وده هيفضل ميكمل كده الى ما لا نهاية عمرهم ما هيتقابلو فعمرهم ما هيبقى في صورة وحتى لو جت يعني مش هيجيب مسألة لحاجة اصلا من هذه الصورة يعني هو لو هيدي ارقام مسألة وكده فهو لازم يدي الحاجة ان هيكون فيها ايه لعصورة او كده فدي تيجي اختيارات ان انا بقى عارف ان الابجيكت ده الفوكل بوينت ان هي ايه ان ما في الصورة بتتكون دي الحالة الايه الرابعة من الكونكيف ميرور كلام دي بي طيب اخر حالة في الكونكيف ميرور اللي هي الحالة الخامسة اللي هي الابجيكت انسايد فوكل بوينت اا يعني ايه ان هي فوكل بوينت ان هي انسايد فوكل بوينت ان هي بعدها كده مقربة للمراية. طيب. الحالة دي اول حاجة ان انا ده بارس مهو الجسم هنا ونزل برضو منه ري كده على المراية وبعد كده حصل له ايه رفليكشن مرورا بالايه بالفوكالبوين. تمام? بعد كده طلعت ري من هنا كده. تمام? انا هعمل ايه? يعني عامشي معاه كده اكستانشن من هنا واكستانشن من هنا وكمان ابقى عامل حساب ان انا ايه? هعمل اكستانشن يمر من هنا. تمام? طيب. بعد كده لما وصلنا دول كده هنا ببعض. تمام? آآ ايه اللي حصل? اتكون هنا اتكونت هنا صورة. اهو الصورة اللي اتكونت هنا اتكونت فين? دي حالة مميزة شوية. يعني ما فيعاش لغبطة عن الباقي. دي الحال الوحيدة اللي مميزة. ان الصورة طلعت اولا. آآ وراء المراية. آآ وراء المراية. يعني اوضح كده برضو يعني عشان تفتكروا ان هي وراء المراية. تمام? طلعت وراء المراية. وطلعت يعني كده ايه? لأول مرة قبل كلمة ذر جوا. اللي هي ايه? لوكاتت بايند ميرور. ان هي خلف المراية. تمام? طيب. وايه ايه? ايريكت. اول مرة نقابل حالة ايريكت اللي هي معدولة. واول آآ يبقى اول مرة نقابل آآ برجوال. واول مرة نقابل آآ ايريكت. ان هي معدولة. آآ ان هي هنا الاول الري نزل على المراية. وبعد كده اتعكس مرورا بالفوق. بعد كده خط خط منه او ري نزل على الميرور. تمام? وايه? عملت ان هو هنا هي هيمر بالسنتر اوف كيرفاتشر. وايه? عملت اللي الري ده اكستنشن والري ده اكستنشن واللي اتنين اكستنشن دول لما تقابلوا حصل انترسيكشن. قلنا في نقطة الانترسيكشن في نقطة التقابل راس الساهم دايما برسمها. لما رسمتها طلعت ان الصورة اكبر من الابجيكت نفسه. وايه معدولة. وايه فيرجوال غير حقاقية. ودي حالة مميزة جدا ومعروفة. مش عاش نغبطة. الابجيكت انسايد فوكل دي الحالة الوحيدة. اللي هي ايريكت وفيرجوال معدولة. في حالات الكونكيف. الحالة الوحيدة في حالات الكونكيف. عشان الانسايد معناها ان هي بعد الفوكل من ناحية قرب المراية. مش بعد الفوكل كده. لان هي لو بعد الفوكل من الناحية ده تبقى بتونس سنتر اوف كرفيتشر والفوكل بوينت. دي حالة تانية. انما انسايد فوكل بوينت دي بعد الفوكل بوينت من ناحية المراية اللي هو وانت بتقرب للمراية. اه وما حدش يطلق بط يفكر انسايد فوكل بوينت ان هي على الفوكل بوينت. بالضبط لو هو عايز على الفوكل بوينت بالضبط هيقول زي الحالة الرابعة ان هي ايه? ايه? دول كده الخمس حالات بتوع الايه? بتوع الكونكيف ميرور. طيب. آآ عندي حالة واحدة هدرسها في الكونفيكس آآ في الكونفيكس ميرور. والحالة دي شبه اخر حالة في ايه? اخر حالة في الكونكيف. يبقى الحالة الوحيدة في الكونفيكس ميرور شبه الحالة الوحيدة في الحالة الوحيدة في الكونفيكس ميرور شبه هكيف حالة في الكون كيف اول حاجة عندي ان ده مانظر تمامLL اول حاجة ان الجسم اهو قدام الميريه فين قدام الميريه قدام الميريه هو محادش بيطلق بطيقوله قدام الميريه هنا هو لا قدام الميريه هنا هو طيب اول حاجة نزلت راي اهو. على تمام? وبعد كده الري ده حصل لهو آآ انعكس وبعد كده آآ هعمل له علشان يمر بميم بالفوك وبعد كده هاخد كمان آآ راي من الابجيكت واخليه يمر بميم بالسنتر اللي هو السي. حلو? النقطة اللي حصل من بينهم فيها دي اللي هرسم فيها راس الايه? راس الجسم. رسمت طلع عندي خصايص ايه بتاعة الصورة ايركت انها معدولة لانها في ظهر المراية مصغرة. يبقى ايرجوال لانها في ظهر المراية. بقى ظهر معي ايركت وفيرجوال في مرتين. في الحالة الاخيرة في الكونكيف والحالة الوحيدة في الكونكيف. الاركت والفيرجوال. طيب اه نحية ظهرت معي انها معدولة وظهرت ورا المراية. يبقى ده كده كان قدام المراية. ده كده اللي هو ورا الايه المراية. ما حاجش يتضغبط دي كونككس. اهي. ده كده قدامه وده كده وراه. عن عكس الايه. عن عكس الكونكيف. آآ بس وبيقول ان بتجبر يعني لما الايه لما الايه بيقرب. الصورة بتجبر. لما الجسم بيقرب. آآ ده الايه ده الااا ده الكلام يعني بالنسبة للمسائل وان قصدي بالنسبة للحالات ولو جات اصلا في الااا بالنسبة للرسمة. لو جات اصلا مسألة عن هي بتبقى حالتها معروفة. يعني مفيش حاجة غير ايركت وفيرجوال ودمانجد. انت مش مش هتقعد ترسم علشان تثبت ان هي ايركت وفيرجوال ودمانجد. انت معندكش حالة غير دي اصلا. فما فيش اي مسألة هتطلع لك حاجة ايركت وفيرجوال ودمانجد. فمش محتاجين نرسمها. تمام? آآ وبرضو نعرف الرسمة نتمرن عليها مش ايه مش هنقسر حين. ولكن طبعا الكلام ده بيبقى حفزه بالذات في البركتكال في البركتكال ده ده اللي هيجي اختيارات. هو مش يجي رسومات. ما فيش وقت في البركتكال اصلا. ان يبقى فيه رسومات ولا مش رسومات. هو هيعتمد على في الحاجات دي. خصونا ان الدكتور نبح على ان هو هيجيبه مع تجربة من الايه من التجارب. طيب نكمل. احنا كده خلصنا المرايات. خلصنا الحالات. هنعمل ايه دلوقتي يا رودينا? هنخش على المسائل. طيب. قبل منخش بس على المسائل. اه في معلومات برضو لقت دي الصفحة دي. مهمة جدا. الصفحة دي ايه يا رودينا? الصفحة دي. اه برضو بيلعب على شوية حاجات بيقول لي ان البي از بوستف. اه فور ريال اه اوبجيكت. والبي از نيجاتيف. اه فور فيرجوال اوبجيكت. ان ان البي بوستف لما اه بيكون يعني الابجيكت حقيقي. انما ده تبع الابجيكت. الحاجات دي طبعا نعرفها لانها امسي كيو. تمام? بيقول لي ان الكيو بتكون بوستف لما الصورة بتكون طالعة قدام الايه? بتطالعة قدام المراية. يعني ريال ايمج. والكيو بتكون نيجاتيف لما الصورة بتكون يعني اللي هي ورا الايه? ورا المراية. تمام? وبيقول لي ان الاف والار اللي هي يعني الاف والسنتر اورف كرفتشار يعني هي عية اه اه سنتر اورف كرفتشار او في الميرور انه بتبقى قدام الاي الميراية تمام طيب ونواة نيجاتف ده في حالة الاي الكونكيف ميرور دول بيكون و اه بوسف ال اف рассказыв بيكونوا بسف في حالة الاي الكونكيف ميرور طيب وايه الاسف و الار بيكون في حالة مين الكونكيف ميرور اه بعد كده عندنا حاجة سماها ام و بيقول لي برضو امتا بيكونوا بوستف وامتا بيكونوا آآ نيجاتيف ولكن احنا لسه ما شرحناهمش فهنشرحهم ايه دلوقتي. طبعا آآ محدش يفكر ان البيو والكيو ده في حالة البلميرول بس. لأ انت انت يعني برضو الهنا اهو فين الجسم ده الجسم. المسافة بين وبين المراية بنقول عليها بي. حلو. والصورة المسافة بين عاجون المراية بنقول عليها كيو. يعني كيو البيو. وكل الكلام ده ده في كل انواع البرايات. معانش يفكر ان احنا شرحناه في الاول على ان هي في بس. لا. هو هنا بيتكلم ان هي البيو دي اللي هي آآ يعني لما يكون الحاجة بتبقى بوستف امتا لما يكون الجسم ده حقيقي. ويتبتكون لما يكون الجسم ده آآ اللي هو يعني خيال مش حقيقي تمام? والكيو بتكون بوستف. تمام طلع بالبوستف. يعني الرقم بتاعها بيكون طلع بوستف لما بيكون الصورة طلع قدام المراية. زي زي الحالة دي. اهي. مش احنا هنا قلنا الصورة طلع قدام المراية. هناك كيو بوستف طلع قدام المراية. تمام? طيب لو هي في حالة طلعه آآ طلعه وراء المراية. اهي الحالة الاخيرة يبقى الكيوب الناجتف. طلعه ايه? طلعه وراء المراية. تمام? فيه الآآ في الكونفكس. في الكونفكس. الاف ويه الله سيه طلعين بمين? طلعين بالآآ بالناجتف. طيب. ويف الكونكيف الاف والار طلعين بالايه? طلعين بالبوستف. تمام? ولسه هنستكمل باقي الحاجات. طيب. قوانين بقى المراية علشان الايه المسائل. عندي اول حاجة القانون ده اي على بي. تمام? قلنا البي المسافة ما بين الابليكت الجسم ويه المراية. وبتبلاص وان على كيو اللي هي مسافة ما بين الصورة والمراية. بتسون على الفوكل بوينت. وقلنا الفوكل بوينت اللي هي نص الريديس. طيب. الام دي بقى يا رودينة. اللي انتو قلت لنا هشرح لكم دلوقتي اللي اجت في الورقة اللي فاتت. الام دي. الام هي حاجة اسمها ماجنيفيكيشن. ماجنيفيكيشن اللي هي التكبير. يبقى الام ماجنيفيكيشن. اختصار ماجنيفيكيشن. اللي هو ايه? اللي هو التكبير. طيب. الام دي بتساوي ايه? بتساوي واي داش. اللي هو ارتفاع الصورة. حلو. والوا على الواي. اللي هو الارتفاع الاصلي. ويساوي نيجاتف كيو. اللي هي طبعا المسافة بين الصورة والمراية. على الايه? على البي. طبعا احنا لما نشوف المسافة دلوقتي ايه? هنرقل كل حاجة. وهنا بيقول لي ان القانون ده بيتفرع منه كزا القانونة. لو عايز اجيبي البي هعمل كيو طايمز اف على كيو ماينس اف. لو عايز اجيبي الكيو هعمل بي طايمز اف على بي ماينس اف. ولو عايز جيبي الاف هعمل كيو طايمز البي على كيو بلاس ال persec. ايه البي. او ممكن نستخدم القانون ده ونجيب منه من غير ما ايه? ما نعمل ده وبرضو هورريكو دلوقتي في ايه في المسائم. نرجع تاني الورائ اللي قبلها بعدما شهمنا ايه الام لما تطلع بوستف في المسألة ويقول لحسابها معناها ان الجسم ايركت معدول ولما الام يقول لحسابها في المسألة وتطلع بالنيجاتف معناها ان الامج انفرتد مقلوب الصورة مقلوبة والواي اللي هو الارتفاع الاصلي لما يطلع بالبوستف يعني معناها ايركت ولما الارتفاع اللي هو بتاع الصورة يطلع بالبوستف معناها ان هي برضو ايركت هي ولو ده يعني الواي او الواي ده يشترعوا بالنيجاتف معناها ان الصورة ايه انفرتد طب الحاجات دي ايه؟ الحاجات دي تيجي MCQ لازم نحفظها ولازم نبقى عارفينها تمام؟ تيجي MCQ إن when Q is possible image is real ولا virtual نختار real طيب وتيجي صح وغلط Q is negative if image is real اللي جابه غلط virtual طيب صح طب لو قال دي غلط هاللعب كله في الصفحة دي برضو نبقى نحفظها مع خصائص الايه؟ مع خصائص الصور طيب وعرفنا القوانين ندقى بقى بأول مسألة اللي هي في الخيط عندكم تمام؟ طيب أول مسألة أول أول مسألة عندنا اللي بيقول فيها إيه؟ اللي هي أول مسألة في الشيط افتحوا الشيط معايا اللي هو اللي هو يعني نزل لقو اللي هو بيقول فيها إن 2 سنتيميتر هوي تمام؟ object is blazed تمام؟ 7.1 سنتيميتر from a concave mirror was radius of curvature is 10.2 سنتيميتر تمام؟ find the location of image and find the size of image يعني المسألة دي هو عايز فيها إيه؟ رودينا أول حاجة بيقول لي إن أنا عندي آآ جسم آآ ارتفاعه آآ تمام؟ آآ آآ عندي أول حاجة ارتفاعه إنه هو اتنين آآ طيب ده ارتفاعه إنه هو إيه؟ آآ اتنين طيب وبيقول لي إنه هو محطوط على مسافة الارتفاعه هو اتنين طيب وبيقول لي إنه هو محطوط على مسافة آآ المسافة دي اللي هي إيه 7.1 سنتيمتر 7.1 دي اللي هي مين اللي هي المسافة اللي محتوط عليها الجسم طيب ويه اللي هي مين يعني اللي هي البي يبقى 7.1 دي من اللي هي مين اللي هي البي يبقى البي بتساوي مين بتساوي 7.1 سنتيمتر كلام جميل طيب ويه بعد كده بيقولي طيب حاجة حلو طيب احنا والفوكل الفوكل انا هجيبه تلقاء انه هو بيسوي ايه 5.1 سنتيمتر تمام يبقى مش بتوق اللي هي يعني ايه اللي هي بتن تمام طيب ده رسمي توضيحي للمسألة عشان نعرف بس خصائص الصورة اللي طلعنا انه هو بيسألني الصورة هيبقى موقحة فين الصورة هتبقى موقحة فين طيب انا في حد بقى يعني ممكن بقى يعرف يرقطها كده من غير ما يرسمها تمام والنهاية دلوقتي ان الايه ان الصورة اللي اتحطت يعني ان السنتر اوف كريفتشر كله بيكان بتن بوينت تو والفوكل بيكان بفايف بوينت وان والصورة على بعد المسافة ما يقصدوا الجسم على بعد ايه على بعد سيفن بوينت وان من المراية يعني معنى كده ان هي فين في النص ما بين السنتر اوف كريفتشر وما بين الفوكل لو حد خالف دماغه ان هي كده في النص من الارقام يعني حد ممكن يرقطها ان الارقام واحتاج يرسم الرسمة تمام هيتخيل الحالة بتاعة الصورة ان اه لما الجسم يكون في النص الصورة بتتكون اوت سايت سنتر اوف كريفتشر فهو لو حافظ مع الحفظ مع التكرار انت مش هتحتاج في الامتحان ان انت ممكن ترسم حتى الرسمة انت هتلاقي نفسك انك انت ممكن تلقط الاجابة على طول من الارقام تشتغل القانون على طول وتبقى عارف الحالة دي اني واحدة وخاصة الصورة اللي طلع ايه من غير ما ترسم وضيع وقت في الرسمة في الامتحانة وكده كده في البراكتك ما فيش انا بتكلم ما فيش قصدي رسمة يعني انما فيه طبعا الشابطر ده فانما انا بتكلم على مين بتكلم معنا على الفاينة طيب رسمت وعرفت الحالة طلعت معي خصائص الصورة ايه يا ريل وانفرتت وجرت رزانزا اوبشكت حلو طيب واللوكيشن بتاحها فين اوت سايت اوفزة ايه اوفزة سنتر طب ده كده ايه ده كده انا جبت اول مطلوب طيب بعد كده بيقول لي ايه فايند الساست اف امد اللي عايز حجم الايه حجم الصورة الحجم الاساسي بقى هو مديني الحجم الصورة هو اللي هو الواي داشة هو مديني مين مديني الواي اللي هو حجماء اللي قطوه سنتيميتر هو عايز مين هو عايز الواي داشة اللي هو الحجم بتاع الصورة بقى ده حجم الجسم ده حجم الصورة طيب انا طيب في حاجة احنا قلنا ان الام بتساوي داش على وي نيجاتف كيو على بي. طيب هو دلوقتي عايز مين? هو دلوقتي عايز الواي داش. انا معايا مين? معايا واي ومعايا بي. بس مش معايا كيو. هروح اجيب الكيو منين من القانون ده. اللي هو بيقول وان على اف بيساوي وان على بي. بلاص وان على كيو. الوان على فايف بوينت وان. تمام? بتساوي وان على. عود بقى عن البيب سيفن بوينت وان اللي انا جايباها. وبعد كده وان على كيو. كيو هي اللي انا عايزاها. هعمل ايه? هعملها على الكالكوليتور كده. انها هي وان على آآ فايف بوينت وان. الطريقة اللي بتاعة لفت كالك. الفة كالك. وبعد كده دوس وان على آآ سيفن بوينت وان. آآ بعد كده بلاص آآ وان على الفة اكس. وبعد كده لفت كالك وان. وتطلع لي الاكس. هتطلع لي دلوقتي بكام هتطلع لي بقيتين سنتيمتر. طええتلي كم طلعتلي بقيتين سنتيمتر. طيب بعد ما طلعت لي بقتين سنتيمتر انا بقى معاي مين كمان. بقى معاي القيوم. حلو. بعد كده جيب بقى مين الواي داش. الواي داش بيساوي ايه? النيجاتيف قيوم مضروبة في الواي على البي. عودت بالارقام طلع معي الواي داش بإيه? بنيجاتيف 5.1 سنتيمتر. آآ ده كده لأيه ان هو برضو بأكد ان الصورة ايه مقلوبة عشان الوي نيجاتيف دي طلعت ايه? الوي داش طلعت ايه نيجاتيف. فده برضو من الكلام اللي احنا لسه كنا عينينه. ان لما الوي داش تطلع بنيجاتيف ده معناها ان الصورة ده برضو تأكيد لأيه? للمسألة ان هي يعني تطلع ايه مقلوبة. دي الايه دي كده اول مسألة وده شكل المساء اللي بتيجي في الايه في المرايات. طيب تاني مسألة عندي بيقولي ايه? تاني مسألة عندي بيقول لي 6 سنتيمتر ملحوظة سأقولها لكم ان في مسائل المريات مبنحولش يعني مبنعملش مثلا لقيت بالسنتيمتر أحول ميتر والكلام ده لا انا باعتمد الأرقام اللي هو ده لزامة بالسنتيمتر ما بحولش حاجة يعني طيب تاني مسألة بيقول لي بيقول لي 6 سنتيمتر بانسل ألم طوله 6 سنتيمتر اللي هو مديني مديني اللي هو طول الأساسي حلو طيب ويقول لي يعني محتوطا على محتوط على بعد 50 سنتمتر من المرايا يعني الجسم محتوط على بعد 50 سنتمتر من المرايا طيب يبقى البيب كام ب50 سنتمتر طيب والدي اللي هو كتر كامل ب40 سنتمتر يبقى انا حاجيب نص القطر اللي هو الريدياس بكان بعشرين سنتيمتر طب والفوكل بعشرة هو نص الريدياس شفتوا اللفة يعني هو ممكن حد بقى يجيب الفوكل على طول يقول الفوكل بعشرين لا ده الديامتر مش الريدياس نركز ده الديامتر مش الريدياس يبقى لو نركز لو داني هو الديامتر على طول ولا داني الريدياس الاول نركز يبقى ده الديامتر باربعين الريدياس بعشرين الفوكل نصه اللي هو بعشرة تمام طيب ردينا الارقام دي كبيرة اوي انا مش مص انا مش هرسم انا انا خلاص انا قلتلكو اصلا انما انت طب انت رسمة ليه? لا ده رسم بارقام بسيطة توضيحي ان دي الرسمة. تمام? طيب هو اصلا انا اقدر اعرف من الارقام على طول من غير مرسم اومة وفي حالة الارقام الكبيرة كده انا هرسم ازاي انا هجيب من اصلا ما كان في الامتحان لخمسين سنتيمتر بعد. تمام? اه يعني صعبة جدا. هو دلوقتي بعشرين والفوكل بعشرة. طيب واصلا على بعد مسافة كام خمسين. خمسين دي اللي هي من مين? اول حالة خالص. اللي هي اصلا بعد طب لما يكون الجسم اصلا بعد الصورة بتاعته خصائصها بتطلع مقلوبة بتطلع صغيرة وبتطلع عريل وبتطلع مكانها بين الصورة وما بين الفوكل بويت. مع الحفز الحالات والتكرار انا قلت مش هتحتاج رسمة. فهي تبقى ازا الاول حاجة انه هو عايز برضو يعرفها انه هو وطر زا لوكيشن. اللوكيشن الامج هتطلع بتوين زا سنتر عند زا فوكل. تمام? طيب ده اول حاجة. تاني حاجة بيقول لي ايه? طبيعة الصورة. اه طبيعة الصورة طبعا ان هي هتكون سمولر. ان هي سمولر زان زا سايز اوف زا اوبجيكت. وهتكون مقلوبة. اه تمام? اه دي اللي هي يعني او ديمانجد. ديمانجد وانفرتد. تمام? طيب وريل. ان هي برضو ايه? هتكون حقيقية لانها هتكون قدام المراية. يبقى ده تاني طالب اللي هو ناتشر اوف ايميج. طب رودينا وانت عاملة الخطوات دي ليه? الخطوات دي برضو تأكدية ان انا بعرف. تمام? ان انا دلوقتي هي هجيب من الواي داش. الواي داش اه القانون بقى على طول اللي هو احنا الاول احنا اصلا مش معنا الكيو احنا معنا كل اللي جيفن زحي فوق بس معادة الكيو. هنروح نجيب الكيو من نفس القانون اللي اللي احنا عملناه. طيب حد يقولي يا رودينا انت كنت مديانة اه مديانة ان انا ممكن وانا بجيب الكيو استخدم القانون ده. اه عادي استخدمه. اللي اتنين هيطلعوا صح. بس انا يعني بس اسحل القانون ده خلاص الروا الرئيسي. مش هزا ما استخدم القوانين المتفرعة. انا باستخدم القانون الرئيسي وخلاص. تمام? واعمل شفت كالك وطلع الحاجة المفقودة ماهنة اللي انا عايزاها وخلاص. عشان ما لغبطش نفسي بحفز قوانين كتير ولكن برضو احفظوهم احتياطي. طيب. اهو. اللي انا دلوقتي عوضت بكل حاجة معي وبقلي برضو الكيو هي القانون هتتطلع بكامب 12.5. طيب هعوض به عشان اجيب الواي داش تلعت الواي داش بالاي? بالنجاتيب 1.5 فبرضو ده تأكيدا الى الناحية ايه? اول مسألتين سهلين ومشومش اي حاجة خالصة. طيب. تالت مسألة عندي بيقول لي ايه? آآ ان ارو. اللي هو اللي هو انا عندي سهم برضو تلاتين سنتيمتر فرم اة سيرفس افا بولد سيرفس. يعني ايه الكلام ده? بول دي سفير. بولد سفير معناها ان هو بيقول لك مرايا كون فيكس. يبقى بولد سفير معناها ايه? مرايا كون فيكس. هو بيقولك جسم تحطي على بعد تلاتين سنتيمتر. طيب بدل قلي كون فيكس دي معناها ان انا هحط الراديس بنيجاتيف وهحط الفوكل بنيجاتيف ليه يا رودينة? لأن إحنا لسه في الورقة اللي إحنا قلنا أنه فيجي في الامتحاد قلنا أن الأف والأر بيكونوا نيجاتيف في حالة الكونفيكس ميرور وكونفيكس ميرور هو مش جايبها لك ديرك. هو جايبها في صورة بوليدسفير. يعني كده الكونفيكس ميرور لها كلمتين تاني آه اللي هي ديفيرجينج ميرور واللي هي الكلمة دي اللي هي البوليدسفير ممكن يجيبها زي ما هو عايز اي واحدة منه طيب الكلمة دي ره مهالي ليه عشان احط الرادياس بنيجاتف ايتي ايتي وحط الفوكل بنيجاتف فورتي طيب هو عايز ايه في المسألة عايز بيقول لي انا what is the location and not sure of image نفس الطلب بتاع اللي فاته طيب اول حاجة انا الحالة دي انا اصلا اللي محتاج الرسم وانا محتاج بتاعه اصلا الارقام كبيرة ان اصلا قلت في الكونفكس لما تيجي هي اصلا عندي حالة واحدة ان دايما الصورة هتطلع ايه هتطلع ايريكت وفيرجوال وديمانش يبقى الناتشار اوف الامج لتلات حاجات ان الصورة هتطلع فيرجوال ورا المراية وهتطلع ايريكت ان هي معدولة وهتطلع ديمانش اللي هي ايه مصغرة طيب وكمان ده الناتشار اوف ال ايه الامج وبرضو ان انا لما اجي ان انا برضو تأكيدا على انها ايريكت برضو ايه هحسب الام بعد ما اجيب ال ايه بعد ما اجيب ال ايه ال كيو اه طبعا انا هنا عاملة الخطوتين ان انا بقول ان انا ممكن احسب ال كيو بالقانون ده اه في المسألة دي الطريقة دي اسرع على ال ايه لا اسرع من دي دي هتاخد وقت جامد قوي على يعني عبر ما الالها تحمل يعني فادا عملتها بال ايه بالطريقتين اللي اتنين طلعوا ايه نفس الراقة وبعد كده خدت الكيو عوضت بيا في القانون بتاع الام فطلعت معايا ببوستف زيرو بوينت اه فايف سيفن سيرتين تمام وقلنا الام لما تطلع بوستف معناها ايه معناها ان الامج دي ايريكت يعني معدولة طيب اه رابع مسألة معايا اه بيقول لي ايه بيقول لي ان اه ات سانتيميتر اه ورنش اس بليزد اه تن سانتيميتر فروما ديفرجنج ميرور ديفرجنج برضو اللي هي مين لا الكونفكس ميرور يبقا الكونفكس ميرور جابها مرتين مرة ديفرجنج ومرة اللي هي ايه مرة اللي هي بولاشت تمام وهنا كان انا كبب برضو ان هي الكونفكس ميرور كونكيف يعني نخلي بالنا ان لو جاء بدي دي نيقصب بيها كونكيف دي كده اه نوت اللي هي ملاحظة لاحظ ما لعيش علاقة دي بالمسألة الكلمة اللي فوق دي اللي unleash علاقة بالايه بالكونفكس ميرور. طيب بيقولي ان الارتفاع بتاع بيقول لي 8 سنتيمتر ده طبعا طوله او ارتفاع الجسم نفسه تمام وبيقولي انه هو تحط على بعد 2 سنتيمتر تمام ده اللي هو الايه ده اللي هو البيه تمام طيب وطبعا نحط الفوكل بالايه بالنيجاتيف ليه لان هي كونفكس حلو اه مندولي بنيجاتيف 20 سنتيمتر بيقول لي باطل زالوكيشن والصايز طبعا طبعا النقشر ان هي ودمانش ده مصغرة تمام دي اللي هي خصائص مين? خصائص الكونثكس تمام? وبرده الواي داش هتطلع بالايه يعني لما هعملوا الخطوات اول حاجة انا هروحه اجيبه الكيوب لانا لان العبيش عندي فالكيوب هتطلع؟ طب ليه اصلا الكيوب تلعت برضو بالنيجاتيف لان اصلا القولنا الكيوب تطلع بلنيجاتيف لما تكون الحاجة ورا المراية فطلعت بالايه بالنيجاتيف تمام وايه انا عايز اجيب اللي هو الواي داش اللي هو ارتفاع الصورة فالواي داش بنعمل كوراس ملتبليكيشن اللي هي مضروبة في الواي على البي فبتطلع معايا بالمنظر ده ففي الاخر الواي داش بتطلع بالايه بالبوست فاللي هي سنتيميتر. تمام? فآآ باخد الرقم ده وبعد كده بعوض في الام لما احنا قلنا الام بتساوي الواي داش على الواي اللي هو الرقم ده على الواي فطلعت معايا بالبوستف زيرو بوينت سيكس سيكس وقلنا لما تطلع بوستف معناها ان الايه ان الامج اريكتر. دي طريقة حل المسائل. طيب اخر مسألة في الجزء بتاع الميريات طبق الخيط يا رودينا دي مسألة رقم خمس. طبق الخيط بق الخيط عن اللينس هستنى لما تاخدوه في الكلية. بيقول لي ايه بيقول لي ان اه بيقول لي اه بيقول لي خمسة وعشرين. تمام? وان الام المجنيفكيشن ببوستف تو. طبعا بوستف تو فانا فهنا فهمت منها ايه? ان هي الصورة اريكت. ان اه اردر اه بيقول لي على بعد قد ايه? المفروض البنت تقف آآ قدام مراية آآ مجمعة. تمام? آآ اللي هي اصب بها الكونكيف يعني. آآ لو الفوكالبوينت على آآ الطول بتاعها خمسة وعشرين آآ يعني معنى كده ان الريديس بخمسين. وان ان الام بدا لي بوستف تو. كمان بيقول لي عشان الصورة تشوفها اريكت معدولة. يبقى على بعد قد ايه البنت تقف? يبقى اوه عايز مين? عايز البي. مش البنت دي اوبجيكت? حلو. يبقى الابجيكت ايه? الابجيكت بشوف المسافة ما بين الابجيكت وما بين البرر. آآ اللي هي بنقول عليها بي. اللي هي الابجيكتف ديستنس. اللي هي بتبقى مفاسفة ما بين الجسم والمراية. طيب هو بيسأل عن مين? بيسأل عن بي. طب مش هو الام بتساوي عندي نيجة في كيو على بي? حلو. طب والام اصلا بتساوي تو? آه. طب مش كانت تو دي اوفر وان وانا هعمل كده كروس ملتبليكيشن. يبقى البي بتساوي نيجة. يبقى الكيو بتساوي نيجة في تو بي. تمام. طيب. آآ اعود بقى اعود. دلوقتي انا عندي القانون الرئيسي ده. هشتغل بي. اهو. وانا على اف. الاف بكام? خمسة وعشرين. طب والبي. البي عندي آآ هحطها زي ما هي. دي اللي انا عايزاه على الكيو. طب مش الكيو دي انا ممكن اشيلها. واحط مكانها نيجة في تو بي. تمام اللي انا جيبتها فوق. آآ يبقى انا هشيل الكيو وحط نيجة في تو بي. طيب. زي ما هي كده والله العزمة على الكالكيليزر هتطلع على طول. انا مش هعمل اي حاجة تاني. يبقى هعمل وان على توينتي فايف. وبعد كده الفة كالك وبعد كده وان على الفة اكس بلاس آآ وان على آآ نيجة في تو الفة اكس. طيب بعد كده ليفت كالك وان الاكس هتطلع معي بتولف بوينت فايف سنتيميتر. تمام? طيب بتولف بوينت فايف سنتيميتر. كده اوبليكت انسايا الآآ وان الابليكت كده اه طلعت معي بتولف بوينت آآ 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 تمام? كده اعرفت منين يا رودينة? لان الجسم طلع اصغر اصلا من المسافة بتاعت الايه? بتاعت الفوكل. تمام? لو انا عايز ازود للحتة دي. ازودها. مش عايز. خلاص ان انا هو هيكل اللي عايزه في المسآلة الرقم بتاع بي. ان هي على بعد مسافة قد ايه? كده. ده كده اهم حاجة فيه ودي المسائل اللي في الشيط عليها يا رب أكون قدرت أن أنا أوصل الدنيا لكم ربنا معيكم يا رب وإن شاء الله ربنا على المتحدة سهلة يا رب